البطاطس اللي شايفينها قدامكم ده جماعة اللي هي مفلقة دي بطفر قعدت كتير طبعا عن حقها فبتعمل كده وزيادة كلفة في الارض يعني كان في احد من تابعينا سألنا يعني بيقول لو البطاطس قعدت شهر او شهرين كمان ماينفعش لازم تقعد وقتها المعين وبعدين تتقلع في انواع ماينفعش تقعد فترة اطول من اللازم في الارض هنعرض اسعار البطاطس واسعار الطماطم واسعار البصل والتوم والخضار اليوم في سؤول عبور وهنشوف ايه حكاية البطاطس يعني احنا في موسم تالية البطاطس ولازالت الاسعار مرتفعة جدا يعني وزرع كتير جدا السنة دي يعني البطاطس مزروعة بكميات كتير جدا اهم حاجة يا جماعة نسوش تعملوا لايك الفيديو اللايك بيرفع الفيديو خلي غيرك استفيده غيرك عارف الاسعار لفهم تابع جديد اول مرة شوفنا منساش اشترك في القناة بالضغط على كلمة اشتراك باللون الاحمر اسفل فيديو فعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد شوف اسعار البطاطس من الارض وفي سوق العبور وفي سوق التجزية كمان الاسعار يا جماعة البطاطس بتطلع من الارض يعني البرمة بتطلع من الارض من اربع تلاف تلتمية اربع تلاف واربعمية لحد اربعة تلاف سبعمائة جنيه وثمنمائة جنيه حسب جودته طبعا الكارة بتطلع يعني بتخش في حدود ستة لاف جنيه للطن وستة لامتين الارضونة بتطلع جماعة خمس تلاف متين لحد خمس تلاف تلتمية جنيه للطن آآ الاسبونطة طبعا زرع المنصورة بتطلع في بحدود سبعة تلاف جنيه او ستة ونص طبعا في سوق العبور يا جماعة البطاطس اه اسعارها زرع المينيا فيه لحد خمسة جنيه خمسة ونص اللي هو البرمة او البطفور الكارة جماعة فيها ستة جنيه ونص وسبعة جنيه الا رب الاسبونتا في سوق العبور يا جماعة بتطلع تمانية ونص وتسعة جنيه الاسعار حسب جودة الزرع وحسب نوع البطاطس. الموضوع البطاطسة جماعة طبعا فيه تجار بتاخد تخزن فيه التلاجات فعلشان كده الاسعار يعني مرتفعة ما يعتبر ان كل اللي طالع من الارضة جماعة مش رايح الاسوار طبعا كله بيروح التلاجات واللي بيخزن وما لذلك فعلشان كده الاسعار يعني مرتفعة فيه سحب كتير على البطاطس من التجار التقال اللي بيخزنه البطاطس فعلشان كده يعني الاسعار شدة حلقة شوية. البطاطس دي يا جماعة كلها لو راحت الاسواء هيبقى كيلو يعني هتلاقيه بنص جنيه وربع جنيه. لو البطاطس دي كلها راحت للسوق اسعارها هتنخفض جدا. الطماطم الطماطم النهاردة يا جماعة فيه طماطم وزن العداية عشرين كيلو فيها لحد مية وخمستاشر جنيه. تبدأ من ثمانين جنيه لحد مية وخمستاشر جنيه للعداية. البسلة احد متابعينك نسألنا على اسعار البسلة فيها لحد تلاتاشر جنيه. بسلة فيها لحد تلاتاشر جنيه. الخيار يا جماعة فيه خيار اربعة جنيه وفيه خيار لحد خمسة جنيه ونص وفيه خيار الكاراتين في سوق العبور يصل لحد ستة جنيه. آآ طبعا البطاطس اللي شايفيني قدامكم دي يا جماعة بطاطس كارا والكارا والسبونتا آآ والارزونا آآ والاجيريا تحمير. سعر البطاطس الاجيريا يا جماعة يصل لحد ستة جنيه ونص في سوق العبور. الفلفل الطب يصل لحد تمانية جنيه وتمانية جنيه ونص. الكوس يا جماعة فيها لحد تمانية جنيه وسبعة جنيه ونص وفيه بستة جنيه وفيه بخمسة جنيه حسب جودته. الجزر يا جماعة فيها ستين جنيه الشكارة ووزن الشكارة 20 كيلو اللي هو الخام. البصل يعني اسعار البصل الاحمر النهاردة في خمسة جنيه وخمسة جنيه وربع. والبصل الابيض في خمسة جنيه ونص. التوم يا جماعة فيه تلاتة جنيه لحد اربعة جنيه. تلاتة لاربعة جنيه والتوم اللي هو الروس يا جماعة فيه لحد خمسة جنيه. التوم طبعا السنوات اللي مضت كان زايد الوقت بيبقى بتلاتين جنيه وبعشرين جنيه وخمسة وعشرين جنيه. لازالت اسعاره منخفضة جدا. واحد متابعينا كان كتب لتعليل ان هو عنده توم ومش يعني ما لوش سوء اساسا التوم اليومين دولا. ربنا يكون فعون مزارعين البصل والتوم. الفاصلية فيها لحد اربعة جنيه وخمسة جنيه وخمسة ونص. اه ايه تانا جماعة? الكرمب طبعا فيه كرمب في سوء العبور في الواحدة سبعة جنيه. اه وفي ستة ونص يعني حسب حجمها وحسب جودته.